ومن أمباني الاقتصادية تراجعت مؤشرة البورسة المصرية بنحو شبه جماعي في مستهل تعاملات جلسة اليوم فزاد مؤشر EGX 3 رئيس بنسبة 33 من 100% فيما تراجع مؤشر EGX 70 الأسوى الصغيرة والمتوسطة بنسبة 15 من 100% وابط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 4 من 100% وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقار البورسة المصرية ميناء بشرة مراسل أون لايف ميناء صباح الخير يعني إذن مؤشرات السوق افتتحت جلسة اليوم على تراجع شبه جماعي قراءاتكم لأداء السوق اليوم أيضا أبرز أنشطة أو القطاعات خلال تداول الجلسات الصباح الخير الرائي بالفعل خلال مستهل لتعاملات اليوم وخلال الضرارة الأولى من التعاملات شهدت مؤشرات البورسة صعودا شبه جماعيا ولكن بمرور جلسة التداولة تحديدا بلا تحدث بعد مرور قرابة نصف ساعة فجميع مؤشرات البورسة مستقرة داخل المنطقة الخضراء بدعم من الاتجاه الشرائي من قبل المستثمرين المصريين والأجانب والمؤسسات أيضا يضاف إلى ذلك أيضا الأداء الجيد للأسهم الكريادية رأينا بها لأمس مؤشرات البورسة بتستقر بنحو جماعية داخل المنطقة الخضراء بمكاسب تجاوزة ثلاثة مليارات جنيه واليوم البورسة تستكمل رحلة الصعود فتحديدا المؤشر الرئاسي مؤشر EGX30 ارتفع حتى الآن بمردار 42% ليصل المؤشر إلى مستوى 14,083 نقطة المؤشر الثاني وهو المؤشر الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفع أيضا بمردار 14% وبذلك يكون المؤشر تحول مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء ليصل إلى مستوى 778 نقطة بدعم من الاتجاه الشرائي من جانب صغار المتعاملين المؤشر الأوسع على الطاقة المؤشر EGX100 ارتفع أيضا بمردار 41% ليصل المؤشر إلى مستوى 1753 نقطة أيضا بالنسبة لمستوى السيولة خلال نصف ساعة الأولى من بداية الجلسة فقد وصلت حتى الآن إلى 172 مليون و58 ألف رونيه وذلك من خلال التدول على 57 مليون و600 ألف سهما وبإجمال عدد عمليات تم تنفيذها خلال النصف ساعة الأولى بما يزيد عن 6000 عمليات الزميل مينة بشرة من مقر البورسة المصرية نشكر لك كل هذه التفاصيل إذن قراءة سريعة لأداء سوق اليوم خلال جلسة الافتتاح نشكر لك كل هذه التفاصيل